بالنسبة لآخر سؤال معنا النهاردة هل الدعاء يغير القدر؟ وجاء لنا سؤال عليه في الهوى مرارا وتكرارا وأشارنا اللي احنا هنجيب عنه باستفادة في حلقة الرد على الأسئلة لو تتذكروا حضراتكم في هذا السؤال اللي بيتكرر كثيرا ذكرنا بما ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب يا رب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يعني ربنا سبحانه وتعالى مدون عنه كل شيء إلى أن تقوم الساعة كله في علم الله جل جلال الله فكل ما يحصل للإنسان هو مقدر عليه قبل ميلاده وقبل ما يتوجد وقبل ما يكون موجود كل بقى حاجة كل شيء سواء كان الرزق بتاعه أو الأجل بتاعه أو حيجوز مين أو حيكون عنده أولاد قد إيه أو حيكون غني أو فقير حيكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء حيكون طويل العمر أو قليل العقن يعني كل ده مكتوب ومن المعلوم والمقرر شرعا إن القضاء نوعان عشان أقدر أفهم هل الدعاء يغير القدر لازم أفهم إن القضاء نوعان كما قال أهل العلم قضاء مبرم وده اللي هو قدره الله تعالى في الأزل وده ما يتغيرش أبا وهناك قضاء معلق إيه القضاء المعلق ده؟ اللي هو في الصحف اللي في إيد الملايكة فإنه يقال مثلا أكتبوا عمر فلان إن لم يتصدق فهو كذا لو فلان ده يبقى عمره ستين لو ما تصدقش يبقى عمره تمانين لو تصدق هكذا يمل على الملائكة يكتبون في صحفه في الوقت اللي بياخدوا فيه المعلومات اللي بيحتجوها في هذا الأمر وفي علم الله وقدره الأزل إنه فلان ده سيتصدق أو لا يتصدق معلوم عند الله هو معلوم لكن هو بيعطى للملائكة المعلومات بأوقات محددة الخاصة بالقضاء المعلق فهذا النوع من القضاء مما ينفع فيه الدعاء والصدق لإنه معلق عليهم كما جاء في الحديث وعليه نقدر نفهم تفسير الحديث الصحيح الوارد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط عليه في رزقه ربنا يوسع عليه كده في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصر رحمه ينسأ يعني يزاد له ويتمد كده فيه في عمره وفي أجل يبدأ معلق على صلة الأرحام يعني يأمر به المولى سبحانه وتعالى فمكتوب وبناء على اللي بيقوم به العبد بتثبت الملائكة لكنه في علم الله معلوم القضاء المبرم هو الثابت في علم الله تعالى وهو لا يتغير والدعاء لا يتغير به القضاء المبرم إنما يتغير به القضاء المعلق الخلاصة إن القضاء المعلق هو ما في أيدي الملائكة والمبرم هو الثابت في علم الله تعالى وهو لا يتغير والدعاء لا يتغير به القضاء المبرم إنما يتغير به القضاء المعلق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البر وأهل صلة الأرحام ومن الذين يذكرون الله كثيرا ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات